بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ننتقل إلى الدرس الخامس والعشرون آيات سورة الليل من واحد لواحد وعشرين بداية سوف نتلو الآيات الكريمة والمقرر حفظها من قبل الطالب بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا طلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم لابد هنا أن نعرف بسورة الليل وسورة الليل هي سورة مكية عدد آياتها إحدى وعشرون آية تحدثت بشكل عام عن عمل الإنسان وجزاؤه في الآخرة وسورة مكية أي أنها نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة على الرسول صلى الله عليه وسلم والسور المكية تتميز بأن آياتها قصيرة ويغلب فيها النداء على الناس فيكون فيها الخطاب أو يبدأ فيها الخطاب يا أيها الناس يكون فيها الخطاب لجميع الناس نبدأ بشرح الآيات الكريمة يقسم الله سبحانه وتعالى هنا بثلاثة أمور أولاً الليل إذ يخشى سواده وظلامه السماء والنهار إذا ظهر نوره بعد سواد الليل وعتمته وخلقه للذكر والأنثى يقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور الثلاث على أن سعي الإنسان وعمله مختلف ففيه خير وشر وهنا الآيات الكريمة تظهر أنواع عمل الإنسان النوع الأول من أنواع عمل الإنسان فأما من أعطى واتقى الذي يعطي من ماله وينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى ويطق الله سبحانه وتعالى ويخافه ويخشاه وصدق بالحسن ويصدق بكلام الله سبحانه وتعالى الذي فيه خير للإنسان وبلا إله إلا الله ويعمل به شو بيكون جزاؤه؟ فسنيسره لليسرى سيسر الله سبحانه وتعالى له الخير في كل أمور حياته النوع الثاني من أنواع عمل الإنسان اللي حكت عنه الآيات وأما من بخل واستغنى الإنسان الذي يبخل بماله ولا ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى ويخاف عليه ويخشى الإنفاق ويستغني عن الله سبحانه وتعالى ويكذب بالحسن بكلام الله سبحانه وتعالى ولا يعمل به شو بيكون جزاؤه؟ فسنيسره للعسرى سيسر الله سبحانه وتعالى له العسرى في أمور حياته فيمنع عنه الخير ولا يعينه عليه بل ويجعله شقيا في الدنيا وما يغني عنه ماله إذا تردى أي لا ينفعه ماله الذي ادخره وخاف من إنفاقه إذا هلك إن علينا للهدى يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يسر لعباده أسباب الرجد وأسباب الهداية والصلاح وإن لنا للآخرة والأولى أي ملك كل شيء هو لله سبحانه وتعالى وتحت تصرفه فخير الأولى وخير الآخرة لا يقع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ثم تنتقل الآيات الكريمة بعد ذلك للحديث عن الجزاء المترتب على أنواع عمل الإنسان التي ذكرناها سابقا فأنذرتكم نارا تلظى يحذر الله سبحانه وتعالى هنا عباده من دخول نار جهنم وهي نار شديدة الحرارة شديدة الغليان التي لا يصلاها إلا الأشقى من الذي يدخل نار جهنم هو الإنسان الشقي وصفة الآيات الكريمة هنا بأنه شقي من هو الشقي؟ الذي كذب وتولى كذب بالله سبحانه وتعالى ولم ينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الله سبحانه وتعالى ولم يمتثل لأوامره وسيجنبها الأتقى الله سبحانه وتعالى لن يدخل عباده الأتقياء هذه النار ومن هو الأتقى الذي بيّنته الآية الكريمة هنا الذي يؤتي ماله يتزكى الذي ينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى ويمتثل لأوامر الله تعالى ويصدق بكلام الله تعالى ويعمل به وما لأحد عنده من نعمة تجزى أي ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه الله تعالى بها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لماذا استحق هذا الأتقى كل هذه الكرامات لأنه ابتغى بعمله وجه الله سبحانه وتعالى ولا سوف يرضى أي سيرضيه الله سبحانه وتعالى بجزائه لأنه أرضى الله سبحانه وتعالى بعمله استنتج معنى يخشى يغطي ظلامه الأرض تجلى يظهر نوره ويزيل ظلمة الليل لشتى لمختلف فيه خير وشر نشاط صفحة 101 واحد أقترح موقفا أنفق فيه جزءا من مصروفي طاعة لله تعالى الصدقة على الفقراء والمحتاجين علمت أن شخصا يبخل بماله فيما يرضي الله فبما أنصحه أنصحه بأن يبذل ماله في سبيل الله حتى يرضى الله عنه ويزيد من ماله وأن لا يبخل لأن فيه غضب لله تعالى ويعيش شقيا في الدنيا أقرأ وأتأمل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسبقه إلى شيء أبدا طبعا طبعا القصة هون تتحدث عن تجهيز المسلمين لجيش تابوك طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم أن يتصدقوا بما يستطيعون من أموالهم لتجهيز الجيش فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه معروف عنه بالكرام والإيثار وأنه يسر إلى الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يسبق أبو بكر في الإنفاق وفي الأجر والثواب فجاء بنصف ماله فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال مثله وعندما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان قد تصدق بماله كله فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال أبقيت لهم الله ورسوله بعد أن فهمت القصة أبدي رأيي فيما فعله عمر وأبو بكر رضي الله عنهما طبعا كلاهما بذل وأنفق في سبيل الله تعالى لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إنفاقه أكثر من عمر وعمر أراد أن يتنافس وأن يسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحصول على الأجر والثواب لكن لم يستطع أن يتغلب ويسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأن أبو بكر كما ذكرنا كان إنفاقه أكثر أكتب آية كريمة تحث على التنافس والمسابقة في عمل الخير والسابقون السابقون أولئك المقربون آية أخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ننتقل الآن إلى أختبر معلوماتي صفحة 103 السؤال الأول أبين معاني المفردات والتركيب الآتية إن سعيكم لشتى أي إن عملكم مختلف فيه خير وشر ترد هلك السؤال الثاني املأ الفراغ بما هو مناسب ألف أقسم الله تعالى بي الليل حين يغطي ظلامه الأرض والنهار حين يظهر نوره المؤمن الذي يبذل ماله ابتغاء مرضات الله فإن الله يرشده إلى أبواب الخير ويعينه على فعله أما من كفر واستغنى عنه وبخل بماله فإنه يعيش شقيا ولا ينفعه ماله السؤال الثالث ذكرت سورة الليل بعض الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة برحمة الله تعالى وبعض الأعمال التي تدخل صاحبها النار استخرجها وأدونها في الجدول الآتي من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة الإيمان بالله تعالى وإنفاق المال في سبيل الله ومن الأعمال التي تدخل صاحبها النار الكفر بالله تعالى وعدم إنفاق المال في سبيل الله